هاد الجبل تعالكادو كأخطار جبل في العالم كل هاجيش دياله عند بزاف دلناس فاش كتن درسي طلعات الرأي للناس اللي يمتبعيني ودك شي تنقول يوم في نظركم شنوزع ما شنو تبغيونين الجبل القادم اللي تتعتقدوا أني غاندي سعدي الطيبي مرحبا بك في موقع اليوم 24 يوم 27 سبعة 2023 وصلتي الثاني أعلى قمة جبلية في العالم اللي هي جبل كادو في باكستان ورفعت العالم المغربي يمكن تقول لناك كيفاش توصلتي لهذه القمة وكيفاش كان شعور ديالك أول شي تنشكر اليوم 24 لها الاستضافة هذه وعلى المواكبة ديالها قبلها وبعدها بعدها هالإنجاز هذا التاريخي كأول مغربي يتوصل لهذه القمة هالي بعد ما تصعدت بزاف القمة برا المغرب كان واحد الهاجي يستعى هاد الجبل كادو كأخطار جبل في العالم كل هاجي تدياله عند بزاف ديالناس فاش كتنجر سيطلعات الرأي للناس اللي يمتبعيني ودك شي تنقول لهم في نظركم شنو شنو زعمان شنو تبغيونين الجبل القادم اللي تتعتقدوا أن يغاندير والأغلبية كانت يقولوا لي ليا الكادو لأنه أخطر جبل وأنه زعم ما رمشي أي واحد يمشي له علش أخطر جبل أخطر جبل حيث تقنيا جبل تقني بزاف وفيها ديبطاساج اللي تتخلو تكنيك مشي غير تكنيك وتنطلعو في في الكورد تنصدمو الكورد من من حتى خمسة ألف ومئتين حتى حتى الصومي وغير موطلعو العلو دياله هو 8600 و 111 متر هو أخطر جبل في العالم وتاني أعلى قيمة في العالم بعد إفيرست بعد إفيرست طبعا أنت أدرت إفيرست أدرت إفيرست ومقارنة مع إفيرست إفيرست جبل سهل طبعا بطول هذا رغم أنه عنده إفيرست رحى فيه بزاف الحويش اللي قاسحين إلا أن هذا الكادو يتطلب جهد بدني كبير وجهد دهني والمونطال يكون عندك كبير بزاف سعديل باش طلع الجبل الخطير من هاد النوع شنهي التداريب اللي كتدير بالنسبة للتداريب كين بزاف كين تداريب البدنية اللي صراحة ما تتخش بزاف الوقت تتخش بوحد ثلاثة تسواع في الاستعدادات يوميا ثلاثة جو تسواع بين جوجتها ثلاثة تسواع شيخ طرات تصل ربعة خمسة تسواع في النهار غي تداريب بدنية ولكن اللي مهم ومهم بزاف هي ذاكو تداريب تداريب النفسية خاصك تعرف بأنه هاد جبل هاد فيها فيه الموت بزاف في إحصائية الفين و تعتاش كين كين واحد نأسر ربعة تيموتوا الإحصائية جداد كين تداريب بزاف للأنباء فيها ما مغلش نقولها كين تيطح فيها الحجر لأنه جبل عالي وكين تيطح الحجر كين الإنهيارات الجليدية وكين تيطح الحجر لأن الناس ماتوا بزاف تم في هذه الإنهيارات الجليدية بنسبل التداريب البدنية واشكت تصل لقيمام شنو نوعية التداريب تداريب كل نهار كين برنامج خاصك تحتارمو ومن بعد تتبشي تدير تداريب في أرض الواقع في الجبل بحل آخر حاجة أنا كندرت طلعت جبلتو بقال إعلاقي ما في المغرب كنت طلعتها في الساكادو ديال 25 كيلو وطلعتوه في نهار طلعتوه في نهار ونزلت يعني ما بتيش طلعتوه فيهبت لا طلعتوه فيهبت مشيت وصلت لإيمليل بدت في إيمليل لغدليه في الصبح مشيت طلعت للصومي ونزلت ورجعت بحالي للقنيطرة نعم طيب بالنسبة للمشاركة في هذا النوع من تحديات طيب مشيت الباكستان هذا الثاني أعلى قيمة في العالم ما هي الإجراءات التي تدير واشك تشجل معها منظمة واشك تكون تأمين واشك تخلص واجبات واشك تأعطاك شهادة أول حاجة تتأخذ 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 مع أجنس وكي لا يوجد أجنس معروفة التي تدير 8000 حيث لا يوجد كثيرا تتأخذ تتأخذ معهم تمان تتنوص معهم تمان تتأخذ كالتأخذ تمان تقريبا القادو خلصت الأجنس 33.000 دولار زائد المطاريال 33.000 مليون زائد المطاريال المطاريال غير مغالي بنتهم هذه اللبسة التي تتسوى 2000 أورو صبات 9122 أورو بزر الحواج كانوا خاصيني ساكت كوش بزر الحواج كانوا خاصيني كنت خذتهم للأسف هذه المطاريال لا تدخل للمغرب وكين تأمين عد تأمين راب فايت ألف أورو لتأمين على رأسك لكي تقدر لليكوبتير تجي تزك تنظر لليك تحت 7000 متر فاق 7000 ما كتوسط 7000 متر أصلا غلاسك تم ما ينزلك هذا هو المشكل ينزلك لا ينزلك وهذا تلاحظه لكي تنفوت 7500 تلقى وجودها تم أعوام قبل تم صعف السقاط وقص تم هذا المبلغ كيف وفرتك كيف تنظر تنظر للاسف باكي تنظر كيف تنظر كيف تنظر كيف تنظر تنظر على استعدادات لصعود هذه القمة الخطيرة كيف تنظر الاستعدادات قبل نرى الاستعداد الدهني وهو تنظر فيديو الجبل المخاطر التي تم تنظر أن نرى أن نرى أن نرى تنظر تنظر لتنظر المخاطر تنظر الشخص وطنو تنظر المخاطر تركز على رجلين كثير من الفوك لأننا سنعملون فيها رجلين كثير من الفوك لأن وجبل فغيمون طالع بزاف أقل درجة التي ستقدر تلقها هي 60 درجة ليس 45 درجة ولكن 60 درجة رفيتها 45 الحاجة التي قصحها بزاف بالنسبة للأكسجين، كيف يستعمل الأكسجين خلال الصعود؟ نعمل الأكسجين من 6,000 إلى 700 700 إلى 800 نعمل الأكسجين في المرحلة الأولى لأننا نحضر القراءة إلى 7,300 وعندما 7,300 فوقنا نحضر الأكسجين جيدا حتى وصلتم إلى القيمة؟ حتى وصلنا إلى القيمة ونزلنا إلى 7,300 هل كنتم في هذه الصورة لم تفعل الأكسجين؟ لكن الأكسجين، سنحضر المسك إذا رضيت البال، هذا المسك سنحضر المسك، سنحضر المسك ونحضر المسكي مثل ونحضر الأكسجين أو نحضر المسك وتنحضر المسك أحد عبر الأكسجين، من المسك؟ بأنني مشيت بفلوس دياولي وذاك شيء ما بوجدش ريسكي أو الجذريبة أو الجذريبة زي ما تع مغربي يطلع كانت نفضل أنني نصل بالأكتجين على أنني نغامر حيث كما تيقولوا تتحس براسك إكزوستد لطلعتي بالأكتجين كان جبل دائما فيه واحد نوع خاص للأكل اللي تكون تقليلا وفيها نسبة الكالوري كبيرة بزاف هو اللي تكون خفيف ما تكونش حيث هناك كيلورا تسوى عشرة كيلو هناك كيلو في الجبل تسوى عشرة كيلو هناك تيولي تقيل لونك تتحاول تمنيميزي لماكسموم ديالتقل ما تزوش لونك تتاخد ليصاشي كينين واحد ديالساشي ديالجبل بحيث أننا تندوبو تلج تنسخنو مزينا تيولي ما سخون وتنديرو في ذوك ليصاشي تنسدو عليه تيقس واحدة ربع ساعة ولا هكاك على ما يوجد وعدت أنك له هذه الواجبات اللي كينين نعم بالنسبة لهذه القيمة خدت لكم تمانية أيها باش تتلعوا ترطب كيف حدث اكتبت غرض الضغط ل 6 سنة كتبعت الحكاء التي اتتبعتها کا أمازك study ما هي أمازك Where people read it تنتظر هم قن 1 و قن 2 و قن 3 في المقارات التي لا ن видим قن 2 فارغط جaver thair والأحوال الجوية تبدلت زدنا فيه الليلة الثانية طلعنا الكون دو زدنا فيه الليلة اللولة باقي الأجواء عدتاني خيبة زدت خيابت زدنا فيه الليلة الثانية وقررنا أن نصعدوا نيشان القيمة من 6700 نيشان الـ 8800 قلعنا بالليل طلعنا الكون دخوة قلنا فيه واحد شوية سبعة الأشياء عدتاني تحركنا نمشينا الاصل نبيدون النوم فالثلاث أيام الأخير ثلاث أيام ثلاثة دليالي لم نكن نعسنا يعني لم نكن نعسنا كيف تمشيه حتى بالليل؟ تمشيه بالليل أصلا تمشيه بالليل لأن الجو تكون بارد فش يكون الجو بارد كتر لأنهيارة الجليدية تكون قليلة الأخرى تكون ضربة فيها الشمش بحلها تتولي شوية بحلها ميها ضغيرة تقدر تنزل مي بالليل بحلها تزيد جماد تزيد تقصح تتخليك الفرصة أنك تتطلع وتتقلل من نسبة حدوث الانهيار الجليدية كيف تتوقع الجسم محدك تتطلع في الجرل؟ قدما تتطلع في لاتيوتود كين جوج متغييرات أساسية تكونوا هو نسبة الأكسجين تتقل تتقل بزاف بحذب إحنا هنا في الرباط عدنا 21% الأكسجين تم في الصوميرا 6.7% الأكسجين قل من 30% لتتبقى من هالشي اللي احنا عايشين به وكين الضغط الجوي بحل دب احنا هنا يعدنا أم بار تم تنهضره على 0-3 بار تتطلع بحل الدبريسيو بحل لا تتنفخ تتطلع وكين الضغط الجوز معطاية هذا هذا الضغط تتطلع بفقد الوعي لا تكون كل شيء قائمة هذا بزرد الناس تتعرفون بأنهم في طريق ما تحدك أنتك تي غادي وهما نعسين هما هذو كلا يفقدوا الوعي ديالهم والأكيد راتة واحد ما تيعاون كل شيء حاجة راتي يوقع لك شيء حاجة في لازون دولامور في سميتو في منطقات الموت رات ما كيش لغيش يقدم لك لمساعدة لأول موت طيب فتزعود؟ كنت مغربي الوحيد كان معكم واحد مغربي بسيط مغريبي كان معي واحد مغربي لم أصل من أزتمع كان معي بزرد الجنسيات ولكن القرب ديالي كان معي واحد سيدة بولونيا وكان معي واحد سيدة من الماليزيا وكانوا معي واحد جوجة من الملاشين وكانوا معي واحد جوز من نيبال هذو من الجنسيات اللي كانوا معنا الحمد لله هذو كانوا كانوا كامل معي وكانت ريح لمزيانا وهذه السيدة هذي من بولونيا العمر ديالها خمسة وخمسين عام يعني مش هي الكبيرة فينا وهي الحمد لله اللي أكبر وحدها وأكبر مرادة سلقات هذا العام أصغر واحد شكونك أصغر واحد كان هو لا كانت يال ماليزيا كانت يال ماليزيا وواحد من نيباليا عمرهم 32 عام هم اللي بالقيمة الأخرى اللي تسلقتي هو البداية كانت في المغرب نجي معك من اللول أنا فرش كنت في الليسي الليسي في العرش لا الليسي كنت دوستو في خنيفرة كنت في الليسي كنت ندير الماراتون كنت ندير الماراتون وفي التداريب كنت نمشي بين مدينة ومدينة الماراتون فيه 42 كم وخاصة ندير أمه قريب 42 كم وكنت ندير هذة جدريات هذة من خنيفرة نمشي مثلا في اللول بديتها بهبري بعيد بعليين 20 كم وبعد ولي تنفوت شي شوية تنحول نوصلات 30 كم وبعد ولي تنمشي من قرار القرار والمدين اللي ضايرين بخنيفرة مثلا تنمشي من خنيفرة المريس كدو 30 كم خنيفرة أقلمو 32 كم و36 تقريبا كنت نمشي بوحدي واحد الوقت بديتنقول أجي نختصر واحد شوية حيث كينو واحدة واحدة لي سيري تنديرون في هذة لانتريمون ديال الماراتون هو أننا تنطلعوا في واحدة في الجبل تنطلعوا وننزلوا تنقول ندخلوا الناس في هذة جذرية هذة أجي نختصر شي شوية بديتن تيبلي شي جبل تنقول هذا صغير أجي نطلع وننزل وننكمل ومن ثم بدأت العلاقة ديالي مع القضية الجبل حتى طلعت الواحد الجبل جبل بوحياتي ومن ثم بدأت بدأت عدل هواية موراها بدأت تنذير توبقال بدأت تقع الجبل تقع الربعة ألاف الكينين في المغرب تلت ألاف دارت المون بلون بدأت تنذير جبل هنا في المغرب موراها بدأت جاء واحد شلنج ديال صعود أعلى قمة في كل قارة في غالي كونتينان ديالعالم وهذا الشلنج اسميتو سيفن ساميت القيمة السابع هي باش بديت في 2019 مشيت الأعلى قمة في إفريقيا كيني مانجارو وموراها في نفس السنة مشيت الأعلى قمة في أوروبا اللي كينها في روسيا البروز في 2020 قبل كورونا كنت مشيت الأعلى قمة في أمريكا اللاتينية كونتين أكونا أكبر جبل برا سلسلات الهيمالايا موراها مشيت جوز تمر كورونا في 2021 مشيت الأعلى قمة في العالم اللي هي إفريست وكانت في ظروف سيتنائية صراحة كانت كورونا كانوا بزاف دلناس كانوا مرضوا بكورونا في بيز كامب كانت ظروف قاسحة شوية باش طلعنا في 2022 مشيت أعلى قمة في الألاسكا أمريكا الشمالية جبل دينالي وكنت درت معها واحد جبل في قرخيزيستان على قمة في قرخيزيستان على قمة في قرخيزيستان بسبعة الاف ومئة وثلاثين متر وهذا العام هذا يصل الله بشي درت تاني على قمة في العالم وأخطر جبال في العالم ما المشاريع المقبلة تلك؟ المشاريع صراحة كين بزاف خصغي الفلوس المشكلة هاتشي هاتش يومو كليف دونك تتنجمع بعدشي شوية عاديك ساعة تنفكر تنفكر في مشتروع هو كين واحد المشتروع اللي كنتبديتو ديال سناوليو بارد هذا فيه أعلى القمام اللي كينين في اتحاد سوفيتي سابقا ولي فيتين سبعة الاف متر وكين بغيت نكمل هاتشي سيفن سامات تباقي اللي فيه واحد جوج جوج قمام اللي هما قمة كارستنز بيراميد وقمة فانسان فانسان تتقام بواحد خمسين مليون ضروري خاصني الاسبانسور في هذا فانسان فانسان تطلبوا مبالي باش تخلص باش تدخل بحال دابا هاد الكادو خلصنا خلصنا سبعة سبعة الاف دولار سبعة المليون غير باش تدخل غير باش تاخد البيرمي باش تصعد الجابال هاتشي كام تقريبا اللي ديس من النمرا ستخلص ديف خيدة باش تدخل كلمان جارو تتخلص قريبا سبعة مئة وصرف اكون كاكوا تتخلص 8 مئة 8 مئة دولار دينالي تتخلص قريبا واحد خمس مئة دولار افريش تتخلص 11 ألف دولار ماكين اي جبل تتشيره تتخلص تتخلص لاح الموليدين وتتخلص ماله بالمجان في المغرمات تتخلص حاجة وماكين شي بارك تتخلص فيه وصراحة مكرناش يديروا هذا الخلاص هذا غيهو اللي داروا الخلاص خاصهم يقوموا بالبارك كتر من هاتشي اللي قايمين به زعما كين كين يدارو ستتنسوخس زعما اللي غاد دخل فلوس الاهل نزل منطقة سيرتوق مشي عال الدولة من اهل منطقة تنتع شوية السياحة الداخلة سعادي لتدبك وصلتي لهذا اعلى قيمة في العالم وتعتبر انه حقتي واحد الرقم قياسي بالنسبة في المغرب واش كين شي جمعيات او مؤسسات في المغرب اللي كتهتم بهذه الأرقام القياسية كحقوها مغاربة جامعات اللي كتهتم بتسلوق الجبال وشي مهدش للأسف للأسف هذه القاضية ما كيناش وهنا قبل ما مشي واحد طريفة كنت وقعت لك بما انني موظف دولة عندي الحق انا ان اخذوا واحد كونجي اكسبسيوني هاد الكونجي اكسبسيوني كنت مشيت خاص واحد لالتخ جي من وزارة الرياضة المشترفة الرياضة اللي دبتة بعد التعليم خاصهم يكتبوا الوزارة ديالي باش يقدروا يعطوني هاد اسميته إلا درجت انني مشيت الواحد رئيس قسمت ما وقال هالي هاكا قال لي سير حتى تكون بطال عدا جي عدا جي عدنا هاد الناس هذا هاد الناس هذا لم عطونيش ترخيص والحمد لله خديت الكونجي عادي الكونجي انويل ديالي كانت بقى عندي شي حاجة من العنفيت ودبال ادعيت التعامل ديالاش الادارة ديالي دائما التعامل كان رائع ودائما كانوا تساعدوا معايا صراحة بزفت المرات بحل بحتى الكونجي فاش عطاولي اخذت خمسة وثلاثين يوم لقد اخذتها كاملة وصراحة دائما المسؤولين ودك شي دائما تتنوه متبقي الآن موظف موهندس في وزارة جهيز موهندس في وزارة جهيز والماء وكاد عندك فكرة انك تغادر الوظيفة وتكون عندك وقت كافي باش انك تزيد تخصص هذا المجال المشكلة عند غادرت الوظيفة لم يبقى لك الفلوس باش تعيش اصلا باش يغيباش تمويل المشكلة المشكلة هي المشكلة تمويلك وكان زعما نتخلاب على الوظيفة وتكون صنطرا على هذا حيث بالصح كين ميدار وكين انك تبتل المغرب حيث ترمى قلال يزال بينيس في المغرب وقلال اصلا الناس في هذا الضومين هذا هكذا 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 شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم